خلينا نروح دلوقتي لموجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زمنتها هالا الحمال تفضلي يا هالا شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سانت بيترسبيرغ في اجتماعين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب قادة الدول الأفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا مع تأكيد أن أفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي وتم توافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدورة الثانية للقمة الروسية الأفريقية توقض في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية أوضح الرئيس السيسي أن الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجيزي أن نسبة النجاح في امتحانات الثانويات العامة في مدة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9% جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى مركز التصحيح الإلكتروني الرئيسي وأوضح وزير التعليم والتعليم 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 الفني أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضات البحثة بلغت 89.7% كما أشار إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الأحداث في النيجر والمساعر الرامية لتغيير السلطة وضع مجلس الأمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم مشددا على ضرورة حماية رئيس النيجر وأسرته وأعضاء حكومته أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانوال مكهون سيرأس اليوم اجتماعا دفاعيا بشأن الأحداث في النيجر كان الرئيس الفرنسي أكد في تصريحات سابقة أن الأحداث في النيجر لها تداعيات خطيرة على المواطنين النيجريين ومنطقة الساحل بأكملها قالت الرئاسة الروسية أن الجيش الأوكراني يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية وأضاف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ردا على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاجنروج الروسية أن ممارسات أوكرانيا بتوجيه الضربات إلى المواقع والمراكز السكنية بدأ منذ عام 2014 بإظهار طبيعته فيما يخص دونباس ليمتد الآن لجميع المناطق الأخرى على حد تعبيره وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات وقعت في مقاطعة روستوف للمرة الأولى قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن ضربة صاروخية روسية أصابت مجمعا سكنيا ومبنى لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة دينبرو بوسط البلاد وأوضح أنه عقد اجتماعا اجتماعات طارئة مع جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الشؤون الداخلية وخدمات الطوارئ ومسؤولين محليين من جانبه قال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهار كليمينكو إن خمسة أشخاص أصيبوا في القصف مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ أكملت عملية البحث في كل شقة نقف المنطقة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة